شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على كافة المستويات والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات وفي الوقت ذاته يحرص الاتحاد الأوروبي على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة تنسيق وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة إذ تتوافق الرؤى ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات من أجل استعادة الاستقرار في هذا الإطار شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية والإنسانية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات فقد حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً في الوقت ذاته الذي يحرص فيه الاتحاد الأوروبي على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في ظل يقين أوروبي تكون مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض المتوسط علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وتكللت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أيضاً بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي التي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الماضي حيث شارك في القمة الأفريقية الأوروبية وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية التقى الرئيس السيسي كذلك برئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي إلى جانب مبحثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل تضمانت التأكيد على متانة العلاقات المصرية الأوروبية وتقارب وجهات النظر تجاه العديد من القضايا واستمراراً لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية قامت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى فضلاً عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسنبورغ تلك الوثيقة هي بمثابة إطار التعاون بين الجانبين حتى عام 2027 متضمنة التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا اشتركوا في القناة